دي خريطة خريطة دايماً بتوضح لنا القصص يعني ده قطاع غزة اهو اللي بالاخدر او اللون ده اهو ده اهو ده اهو ده الاصفر قطاع غزة اهو قدام حضرت اهو وده المناطق التي سيطرت عليها الفصائل الفلسطينية اللي هو باللون ده اخدر اهو اهو واللي بالاحمر ده مناطق اشتباك الفصائل الفلسطينية مع اسرائيل دلوقتي خلاص اهو اللي هو ده اهو ده كل دي كل دي مناطق كل دي مناطق صراع اهو كل دي مناطق صراع والمناطق اللي بلا اغدر سيطرت عليها القوات او الفصائل الفلسطينية اهي ودي غزة قدام حضرتكم اللي بلا صفر اهو طبعا الاخدر دهو تقريبا قد تقريبا مساحة كبيرة جدا قد مساحة غزة تقريبا اهو تقريبا قد مساحة غزة وبقى المنطقة دي بقى كلها اهو شايفين كلها اشتعال وحروب كلها يعني قواعد عسكرية اسرائيلية حربة حقيقية النهاردة اسرائيل اعلنت اعلنت الحرب اعلنت يعني ان هي في حالة حرب واول مرة من الف تسعمائة تسابعين تقلق انها في حالة حرب القصة كلها انه يا جماعة ياريتها صار تجيب لي خريطة مصر بقى كلها عشان اوري الناس الجوانب الثلاثة الحدود الثلاثة عندنا مشتعلة ادي تفاصيل ونيران وصواريخ وضرب وخمس الاف صاروخ بيطلع من هنا بيجي هنا ومناطيد ومش عارف ايه وبحر ده البحر متوسط هل الكلام ده كله بعيد عننا ما هو الناس مش عارف الخريطة فيه ناس كتير مش عارف الخريطة اقولك ما هو غزة او فين يعني يا جماعة ده حدود مباشرة حدود قريبة حوائط قريبة الحيطة المشتركة اللي بينك وبين جارك تخيل الحيطة المشتركة اللي بينك وبين جارك والعيال بتخبط في الحيطة عيال جرانك بتخبطه في الحيطة انت عندك صداع مش عارف تنام انا بقولك لو بيخبط لكنه تخيل بقى انه ممكن يغبط الحيطة عندك تخيل انه ممكن يثقب ثقبه في الحيطة زي ما حصل قبل كده اوعى تنسى اللي حصل قبل كده اوعى تنسى لما الاسوار اتهدت وحصل اجتياح داخل الاراضي المصرية اوعى تنسى احنا في مأزق وفي وضع صعب للغاية في وضع صعب للغاية جماعة لازم ننتبه انا بتكلم انا يعني اولوياتي النهاردة وانا بتكلم وبكرة انا بتكلم اولوياتي هي الامن القومي للدولة المصرية اولوياتي الامن القومي لبلادي ده اولوياتي ما يهمني في هذه اللحظة هو تحقيق والحفاظ على الامن القومي المصري اتنين بقى اتكلم على ادوار الاخلاقية والامنية امن القومي مرتضبية في ليبيا عايز حكومة ليبيا عايز انتخابات ليبيا عايز حفاظ على الدولة الليبية حفاظ على الاراضي الليبية عايز المرتضبية يمشوا الميليشيات يمشوا الدولة الاجنبات يمشي ده يعني ابعاد امن قومي واخلاقية والسودان عايز هدوء وعايز حكومة وعايز دولة وعايز جيش وعايز وعايز. ده برضو دوري الاخلاقي. في فلسطين عايز دولة فلسطينية على سبعة وستين. وعايز اسرائيل تي عيش في امان. وعايز الفلسطيني عيشوا في امان. وفيه تواقف. ده نمحتاج. ولكن النهاردة في اللحزة دي لا. ولادي الاول. امني الاول. حدودي الاول. تحدياتي الداخلية الاول. وبعدين ابص على المخاطر اللي جايالي من برة. والمخاطر المحتملة والتهديدات المحتملة اللي جايالي من برة. عايز اقول لحضرتك انه الظرف الراهن النهاردة. الجميع بيسير على اطراف اصابيع. كل جزء الامن والاستخبارات في العالم بتسير على اطراف اصابيع. احنا النهاردة انا بتكلم اهو في الهواء الطلق وقعد في الستيديو بتكلم. وبقول وعمال اشرح. لكن في هذه اللحزة في سقور بتشتغل. في جنود في ضباط في ناس بتشتغل على كافة المحاور الحدودية. لضبط الحدود. المترامية الاطراف. والحفاظ على عدم وجود تسلل الى الداخل المصري. من اي جهة. لانه غير مضمون. غير مضمون مين اللي يتسلل. ويخش يعمل ايه? لتوسيع دائرة الاشتباك. وتوسيع دائرة الحريق. لانه مصر مستهدفة. مصر مستهدفة. مصر مستهدفة. تاني وتالت ورابة. لما اجيب اقول مصر المستهدفة. هيقول لك انت مؤمن بنظرية المؤامرة. يا سيدي انا مؤمن بنظرية المؤامرة. ومن لا يؤمن بها معي الان فهو جزء منها. من لا يؤمن بنظرية المؤامرة الان فهو جزء اصيل منها. اما بغباء واما بحماقة واما بسؤنية واما بحسنية. هو جزء اصيل من هذه المؤامرة. مؤامرة بتستهدف الدولة المصرية. واستقرار الدولة المصرية. وامن الدولة المصرية. والجيش المصري. والشرطة المصرية. والاستخبارات المصرية. المؤسسات المصرية. والمشروع الوطن المصري وفي القلب منه. قائد هذا المشروع. ده كلام بنقوله يوميا بنقوله. كل يوم بنقوله. لكن هناك من يحاول انه هو يشوه كلامنا ويسه يسقف من كلامنا. ويحاول انه هو يصخر من هذا الكلام. لكن بقول تاني. هي دي الحروب. خلينا نشوف اهو. ادي مصر اهي. ادي مصر اهي. ادي ادي الحدود الغربية. بس انا عايزك بس تتخيل ببساطة اهو. دي الحدود الغربية الف ومائة ان كيلو. واده الحدود الجنوبية اهي. اكتباله. واده الحدود الشرقية اهي. ادي الحدود الشرقية. عندي ادي ادي اه اه غزة. و ادي اسرائيل. و ادي الاردن. و ادي المنطقة المشتعلة الان. يبقى هنا فيه عندي اشتعال. هنا عندي اشتعال. وهنا عندي اشتعال. والمنطقة دي اصلا كلها فيها سراعات. ادي الان القوم المصري حدوده. اي حد يتسلل من اي مكان عملي مصيبة. اي حد يتسلل من اي مكان عملي مصيبة. اي حد يتسلل من البحر عملي مصيبة وعندي خانة سويس. اي حد يتسلل منها عند مصيبة. فبالتالي عندي حرص حدود وعندي أخوات بحرية وعندي فرقاطات وعندي حاملة طائرات وعندي وعند حرص حدود وعندي وعندي شرطة وعندي أمن وعندي وعندي اشتعال في هذه المنطقة. تخيل كل هذه التحديات كل هذه التحديات في وقت واحد. في وقت